50 زائد واحد هو عدد الأصوات الموافقة والمفترض تحصيلها في الاستفتاء الشعبي التركي المقرر إجراؤه خلال أيام للانتقال من النظام البرلماني السائد إلى الرئاسي وهو النقطة الرئيسة في التعديلات الدستورية الجديدة التي تقر عددا من البنود الإضافية لأول مرة في تاريخ تركيا هناك نسبة يعني التفوق 50% هي مؤيدة والنسبة الأخرى هي مثالة معارضة وأن تدخل كل سلطات البلد في يد شخص واحد هناك مخاور الناخبون الأتراك الذين يعيشون في 31 دولة أوروبية أنهوا الأحد الإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع أقيمت في 82 ممثلية تركيا بعموم أوروبا تركيا سوف تريد أن تنتقل إلى أن تكون لعبا أساسيا في الخارطة العالمية والإطلاقية في المنطقة خصوصا مع تصاعد التوترات في المنطقة بداية من الملف السوري إلى الملف العراقي وقضايا إطلاقية أخرى تريد تركيا أن ترعب دورا كبيرا في هذه الملفات وحسب بعض المحللين فإن التصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية المقترحة سيحول تركيا إلى نموذج عالمي تتطلع إليه الدول الإسلامية الأخرى الساعية إلى الحرية والديمقراطية وهو عكس ما يعتقده معارض أردوغان وتبقى تركيا بين العلمانية والأردوغانية إلى حد الساعة